جواب لك على ما يتعلق بالبنات يعني في قضية أنها البنت يعني تبلغ سن معينة و ما تعرف شيء تقول والله عندنا فعلا بنات عمرهم ثلاثين سنة ما تعرف تسوي حتى الشاي تقول نحن نعلم و نوجه لكن ما يستجيبون يا أم علي بارك الله فيك أنا والله ذكرت الإهمال أمس ذكرت الإهمال يعني بعض الأمهات تهمل بنتها إهمال كامل حتى إذا جاء وقت زواجها يتفاجئ الزوج ما تعرف تسوي شيء لا تطبخ ولا تسوي شاي ولا قهوة ولا تسوي أي شيء ما تعرف تسوي شيء و هذا نقص أما المرأة المجتهدة وتحاول أنها تعلم بنتها وتربي بنتها وتحاول أنها تجعل بنتها فعلا ربت بيت سنعها و البنت ترفض الأجر للأم و الوزر على البنت الأجر للأم و الوزر على البنت هي اللي رفضت و هي اللي يعني تركت هذه الأشياء لأن المرأة يعني مثل ما ذكرتي و ذكرت أنا أنت قلت يعني شلنا بيت بيوت و حنا صغار فعلا يعني كانوا النساء في السابق من وقت مبكر يعرفون الطبخ و النفخ و الخياطة و التطريز و كنس البيت و تسنيع البيت يعني عندهم سنع عندهم فهم ما تسلم المرأة لزوجها إلا و هي ربة بيت الآن للأسف يعني أصبح الآن أغلب البنات تتقن إتقان كامل الجوال الجوال اللهم بارك تعرف كل شيء في الجوال لكن تقول لها أطبخي أمفخي سوي شاي سوي قهو ما تعرف ما تعرف و بعدين تتورط تتورط لأن هذا الله عز وجل خلق الإنسان قال و ليس تذكروا كالأنثى المرأة ربة بيت المرأة هي عمود البيت المرأة هي عمود البيت فإذا كان البيت ما فيها العمود هذا البيت بالمجزوم بأنه بيت مترهل أعرج ما يصلح أنه ما يمكن يستقيم البيت إذا كانت المرأة كل شغلها مطاعم ما تعرف تسوي شيء عموما أصلا الله تعالى نكتب أجرك يوم علي